سلام عليكم اخواتي كديري لابس عليكم تمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة اللي ان شاء الله ندير معاكم كبدة بشر ملأ يعني كبدة بطريقة مغايرة يعني دائما لتكونوا عندنا الكبدة وكن نديروها اما مشوية او مقلية يعني من هذه الطريقة تكون مع البصلة ومع الطماطم او مطيشة لديدة بزاف انتمنى انها تنعجبكم مهم ان البصلة تقلة مع الزيت شوية وده بغض نقطعوها كما تشوفو الكبدة الى بضوى ضغية قطعية يعني تكون قطعة مقادة او مربعات بحالة تشكل دي اقصلوها مزيان نلقيوها ودك ساعديروها في المجمدة تقصح لكم ودك ساقطعوها كده شي سهل فتقطع المهم من بعد ما قطعت الكبدة درناها يوم ما طيشة ضد حجوش حبت دي الما طيشة وده با القزبور المعدنوس مع واحد جوش فوس وزلتو يعني من بعد ما تقيق طيبنا البصلة عبش درنا الكبدة ومطيشة درنا التحميرا تحميرا تحميرا او الفوف الأحمر حلو ومبعدا نديرو خرقهم بلدي شوية سكشبير يعني يوحد ما شوي شوي ملحاجة ملحة شوية الكامون بغي شوية سوف نخلطوا التوابيل كاملة مع الخالد يعني ما عندي روش الماء خلي ودك هاد الشي كامكي طيب بوحده ونزيد وطلب الزار نسي سمادرتو جئ يسهل في التحضير وكتجيل ديدا نغيرون شوي كمن طريقة العادي التي نطيبوها عاكم يشوي نديرها بطريقة tertيبة عن الطيب العادي يعني في المهارمه ليحة يطلق دك فلما بظلاء المعرك وكدلك كبدة ساية يكتلق المدية لها قريبة الطيب لا تزيد فيها الماء نضيف الطيب نضيف المعرقة نضيف زيت زيت نضيف المعرقة كبيرة نضيف المعرقة لنضيف المعرقة نضيف المعرقة اضيف المعرقة يجب أن يكون الزيت بشكل رائع ترافقها مع سلطة أو سلطة للأرز وكلها متوازنة وأنها صحية تمنى أخواتي أن هذه الطريقة تعجبكم لا تنسوش أن تتعبوني لايك لا يأخذ منكم هذا الوقت تضغطوا على السر الأسبوع اللي طالع الفوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع السلامة مع وصفة جديد وبصحة والراحة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر